عصر جديد يعيشه الفلاح المصري في السنوات الأخيرة التي حقق فيها مكتسبات غير مسبوقة وحرصت الدولة المصرية على دعمه بكل أشكال الدعم الممكنة من خلال المبادرات التي خففت الأعباء عن المزارع إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية في القرى وغيرها التنمية الزراعية تعد واحدة من أحد الأركان الرئيسة للاقتصاد القومي وهو الأمر الذي طالما حرصت عليه الدولة من خلال دعم الفلاح بكافة السبل المتاحة لتحقيق حياة كريمة له وتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القرود الميسرة لهم استهدفت الدولة بتوجيه كافة أوجه الدعم للفلاح من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن للقضاء على الفقر وخاصة في المناطق الريفية وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية كما عملت الدولة على توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية فضلا عن تطبيق منظومة التحول الرقمي لخدمة الفلاح حيث تم إصدار كارت الفلاح المزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل الدولة أطلقت منصة أجري مصر كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية بهدف توفير خدمات الدعم وتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي كما تم تطويرها بأحداث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئة داعمة ومؤسسات تمويل وتعمل الحكومة بشكل مستمر في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى معيشة المزارع وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ليكون الفلاح المصري شريكا حقيقيا في النهضة التنموية والزراعية التي تشهدها البلاد